من أجل رسالتنا كمان توصل رسالة اللي هي الناس تشوف لأنه في الآخر دور الإعلام كده دور الإعلام ما يعدش طول الوقت بيسبب يتكلم على يعني مشاكل الكلم يسيلي على المشاكل بس ما عندك حاجة عندك مشروع عملاق موجود هنا ما تقدرش تكلم عنه كلمتين تقدرش تعمل عنه تقرير حد يطلع يعمل تقرير ويشوفه الكلام ده يعني هو ده هو ده رسالة الإعلام بجانب ده أعمل ده لأنه كمان الناس لازم تبقى عارفة بلاتها بتعمل ايه لآخر نقطة موجودة في مصر على حدودنا الغربية مع ليبيا هنا هو ده ما يستحقش يستحق ناس تتحرك الحمد لله احنا تتحركنا عشان ده دورنا ودي مسؤوليتنا ودي مسؤوليت قناتنا كمان مسؤوليت قناتنا انها بتوري الحلو ولو فيه حاجة نقطة بنقولها ما منتأخرش والله ولكن حاجة إيجابية جدا وحاجة جميلة جدا جدا انت مش متخيلين الناس هنا والله مش متخيلينها بعد لما تسمعون وتشوفوا المشروع ده غير حياتهم ازاي بقول لحضرتك المساحات اللي هيئلة قدامك دي الارض دي كانت كلها ارض محروقة غرآنة انت متخيل لم يبقى حكتك كلها انت مش عارف بيتك ده بكرة هيبقى كويس ولا هيتهد هيقع من المياه اللي هي دخلته طيب انت الارض بتاعتك زراعية مش بتصير فلوسك عشان تزرع ويجيلك عائد منها طيب الارض دي انفقت وما فيش طيب ما انفقتش وقصة ما فيش ارض الارض دي بقت كلها ملحة والملحة كأنها بالزبط الملح لما بيجمد بيبقى صخر زي الصخر بالزبط صخر صخور ازا هي موجودة وبتموت ما بالك بتبقى صخور هده الزرع فيبقى خلاص الارض دي كمان بازت طيب لما تحيي البلد وترجعها مرة اخرى للحياة ده معنى ايه؟ معنى انقاذ هائل لأهالي سيوة ولكن يستحقوا نعم زي ما قلت وبقول بتعمل حياة كريمة حقيقية لأهلنا في سيوة وهم يستحقوا ذلك أهل سيوة قال لك ان احنا اتكتب لنا زمان شهادة وفاة والرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كتب شهادة ميلاد جديدة لواحد سيوة كل التحية لأهلنا في سيوة كلكوا والله وانا ممتن جدا شكرا ليكم على استقبالكم شكرا ليكم على ضيفتكم شكرا ليكم بجد على يعني الكرم وزي ما وعدت ان شاء الله هنيجي زيارات وزيارات كله يقول لك تعال اخذ لك يومين فعلا هناخد يومين ان شاء الله اجازة بإذن الله لما نلاقي وقت نطلع اجازة ان شاء الله هنيجي عشان ننبسط اللي يقول لي خد سبوع قلت له سبوع يا ريت امتى لسبوع نتمنى طبعا ولكن هو مكان يستحق ان احنا نيجي نشوف النقو ونشوف هتيجي بالمناسبة هتيجي تستريح جدا هنا نادرة لما تسمع صوت عربية كالكسي يعني عربية دوشة القاهرة وزحمة القاهرة مش موجودة هنا هتيجي هنا حاجة تانية تماما بالمناسبة درجة حرارة آه مرتفعة ما بقولش لأ لكن في نفس الوقت بالجو جميل بالليل دنيا هوى جميل دنيا هتنبسط فيش مشكلة متى جاية تنبسط جاية اعمالية جاية تنبسط شوف بقى الخضرة كده تقعد تبص طول ما انت شايف كده عايز اقول لحضرتك